نقاط على الحروف إن عقدت القمة العربية في المنامة ربما تكون أقل القمم التي حازت اهتماماً لدى الشعوب العربية وفي الرأي العام العربي بل حتى في الرأي العام العالمي علماً أن البيان ليس سيئاً لكن من يهتم لاجتماع القمة؟ ماذا ستفعل القمة؟ ماذا ستقرر القمة؟ ما هي الخطوات العملية للقمة؟ بيان القمة هو حروف وتنقصها النقاط ولذلك نحن نحتاج أن نضع النقاط على الحروف تقول القمة مثلاً أنها تدعو إلى وقف إطلاق النار وأنها تدعو إلى نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها تدعو إلى تأمين المساعدات وتدعو إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة وتدعو 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 هذه كلها حروف المواطن العربي يسأل أين هي النقاط؟ النقطة الأولى أنت إذا كانت هذه مطالبك فمن من تطلبها؟ يقول البيان من مجلس الأمن هل مجلس الأمن لم ينعقد؟ بل عقد لم يناقش؟ بل ناقش لم يصوت؟ بل صوت أين المشكلة كانت؟ في الفيتو الأمريكي هربت القمة من مناقشة هذه النقطة التي يجب أن تكون وحدها جدوى الأعمال لأن لا أحد يحتاج إلى الإجابة عن مع إطلاق النار والله مع وقف إطلاق النار؟ طبعا مع وقف إطلاق النار مع تأمين المساعدات أو مع الحصار؟ طبعا مع تأمين المساعدات مع الانسحاب أم مع الاحتلال؟ طبعا مع الانسحاب وليس مع الاحتلال السؤال ما هو العائق أمام هذه المطالب؟ هذه هي النقطة بدونها يبقى حرفا بلا نقطة النقطة هي الفيتو الأمريكي هل ناقشت القمة الفيتو الأمريكي؟ أم هربت من نقاشه؟ الفيتو الأمريكي عطل وقف إطلاق النار عدة مرات التصويت على عضوية كاملة لفلسطين في الشمعية العامة للمتحدة أيضا عطلها الفيتو الأمريكي وبالتالي المشكلة ليست في التصويت المشكلة في الفيتو الأمريكي طيب مع الفيتو الأمريكي تعالوا نناقش العلاقة العربية الأمريكية لا أحد يطلب من العرب أن يذهبوا إلى حرب وحتى إلى قطع النفط كما حدث عام 73 وكان مشرفا ومن حق العرب أن يطلبوه لكن حتى هذا لا يطلبه المواطن العربي يسامح الحكومات والحكام والقادة ويعرف ضعفهم يعرف عجزهم لا يطلب منهم هذا لكنه يسأل أليست العلاقات الأمريكية العربية الآن في كفة وما تطلبونه لفلسطين في كفة أخرى طيب أمريكا تأتي شركاتها بأغلب أرباحها من بلادنا نفطنا تحت سيطرتهم قواعدهم العسكرية في بلادنا طيب هذه الشركات التي تغذي إسرائيل بالأموال تجمع أموالها من عندنا وهذه الشركات التي تأخذ نفطنا وتصنع منه ثرواتها لا تعترف بأنه نفطنا يقول ترامب أنتم مجرد حراس على الآبار وهذا النفط ملكنا هل يرضى العرب أن يبقى الوضع هكذا؟ المواطن العربي كان ينتظر من يضع له النقاط على الحروف كان ينتظر مثلا أو يأمل أو يتمنى أن يكون لديه قمة عربية يصدر عنها البيان التالي أولا خجلا مما فعله رئيس كولومبيا ومما فعله رئيس البرازيل قرر الحكام قرر المجتمعون في القمة أن كل الدول العربية سوف تحذو حذو كولومبيا والبرازيل وتقطع العلاقات مع إسرائيل هذه نقطة ضاعت من الحروف نقطة ثانية أن القمة العربية قررت أن تقول لكل دول العالم دولة فلسطينية كاملة السيادة خلال ستة شهور في كفة والعلاقات مع أي دولة ترفض هذا في العالم في كفة أخرى أمريكا بريطانيا أوروبا بكل دولها أي دولة في العالم لا تنخرط في هذا المشروع العرب سيستغنون عن التعامل معها مستعدون لقطع العلاقات الدبلوماسية طيب قواعدكم العسكرية عندنا عندما اتصل حكام الخليج بالرئيس ترامب بعد حادثة أرامكو عام 2019 ماذا قال لهم؟ أن أمريكا لا تريد أن تدخل حربا مع إيران وبالتالي تخلى عنكم وأنتم جئتم بهذه القواعد موهمون بأن أمريكا تحمي طيب عندما احتاجت إسرائيل للحماية ماذا فعل الرئيس الأمريكي؟ بايدن أو ترامب يعني واحد أرسل الحاملات وأرسل الطائرات وأرسل المدمرات وأرسل سفن التشويش الإلكتروني وعندما قررت إيران ردا دفاعيا مشروعا بعد تدمير قنصليتها في دمشق واستشهاد عدد من ضباطها في القنصلية وذهبت في هذا الرد من الذي تصدلها؟ أليس الأمريكي؟ من أين جاء طائراته؟ أليس من القواعد التي أقامها الأمريكي في البلاد العربية؟ أليس من المنطق والطبيعي أن يتطلع المواطن العربي إلى نقطة على حرف تقول لقد قررنا أن نخيركم بين أن ترحلوا قواعدكم أو أن تضعوا ميزان المصالح العربية في الميزان وتقولوا لن نقف بعد الآن لحماية إسرائيل المشكلة هي هنا وليست في مكان آخر والمواطن العربي يدرك أن المشكلة هنا لذلك كان الوضع بالأمس كما يلي لو أعلن أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة أن موعد إطلاق بيانه الختام عن أعمال القمة هو مثلا الثامنة والنصف مساء ولو أعلن أبو عبيدة أنه سوف يتلو بيانا في الثامنة والنصف مساء أنا أدعو كل حاكم عربي أن يسأل نفسه أين كان سيذهب المواطن العربي ليستمع لبيان القمة أم ليستمع لبيان أبو عبيدة ألم ينتبه الحكام العرب في قمتهم أن العرب الأقوياء وأن العرب الفاعلين وأن العرب الأغنياء اليوم صفر على الشمال لا قيمة لهم في الميزان ليسوا جزءا من معادلة المنطقة ثمانية شهور من الذي يصيغ معادلة المنطقة هل انتبهتم فقراء المنطقة وضعوا عفاؤها غزة جنوب لبنان اليمن البلاد المدمرة الشعوب الجائعة المجموعات الضعيفة لكنها ملؤها كرامة وشرف وعزة وإرادة حتى العراق الذي يعاني ما يعانيه رغم ذلك كان موجودا بفضل مقاومته الباسلة ضعوا هذه النقاط على الحروف فتعرفون قراءة المشهد ترجمة نانسي قنقر